بقدر الأهمية المطلقة التي أولتها الحكومة العراقية لتأمين وإنجاح الاستعدادات الفنية للانتخابات المبكرة فإن العمل على قدم وساق يسير وفق توجيهات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بفروعها في المحافظات والتركيز على تأمينها بالجهد الاستخباري للقطعات الأمنية التأمين الانتخابي الذي تستعد له الحكومة أيضا بتوجيهات حثيثة تضمن عدم المساس بأمن المرشحين والمقترعين كذلك وهي خطوط تعمل عليها بمتابعة معلومات مفوضية الانتخابات التي أعلنت عن مشاركة 120 مراقبا دوليا في الانتخابات المقرر إجراؤها في العشر من تشرين الأول المقبل أما ما يحاك من عمليات تزوير أو نوايا للتخطيط لها فإن القضاء وقف لها بالمرصاد بعد إعلان تشكيل فريق تحقيق لرصد محاولات تزوير العملية الانتخابية بيان أكده مجلس القضاء بفريق يضم عددا من قضاء التحقيق والمحققين القضائيين بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية ورصد محاولات شراء بطاقات الانتخابات تنتظر صناديق الاقتراع إذن المرشحين والمنتخبين لعهد انتخابي جديد تعيد الحكومة على لسان وزير داخليتها بأنها ستختلف عن سابقاتها بتوفير الأمن لها ما يمهد الثقة للشارع في أن تصنع الانتخابات تغييرا حقيقيا يضمن صوت الشارع الحق ترجمة نانسي قنقر